الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد أرحب بكم أحبة الأعزاء المشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في الأوقات وأن يغفر لنا جميعا الذنوب والزلات في هذه اللقاءات نتدارس فيها الأسباب الجالبة لمغفرة ربي سبحانه وتعالى وقد قال الله تعالى لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون من الأسباب التي تجعل المغفرة تنزله على العبد من الله عز وجل أن يكون العبد متبعا لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سائرا على طريقته كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم نعم يغفر لكم ذنوبكم إن تعلم الإنسان لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته كيف كان يفعل في أجزاء حياته كيف كان يصلي ما هي الطريقة التي يؤدي بها عباداته وما هو المنهج الذي يسير عليه في التعامل مع الخلق وما هي الطريقة النبوية في جميع المعاملات والتعاملات سبب من أسباب مغفرة الله جل وعلا ومن فضل الله عز وجل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة وأن هذه السنة يتمكن الإنسان من الوصول إليها خصوصا في عصرنا الحاضر مع وجود هذه الوسائل التي تسهل على الإنسان البحث بحيث يتمكن من معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أي جزء من أجزاء حياته بلمسات يسيرة وكذلك من فضل الله عز وجل علينا أن جعلنا بين علماء يعرفوننا كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن شأن المؤمن أن يحرص على أن يكون مقتديا بهذا النبي الكريم لينال درجة رفيعة في دينه فهي من أسباب محبة الله كما في هذه الآية وهنيئا لمن يحبهم الله فإن الله إذا أحب عبدا كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها قال الله تعالى ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيدنه نعم أهل محبة الله يضع الله لهم القبول في الأرض فهنيئا لكم يا إخوة الأعزاء باتباعكم لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيركم على طريقته بارك الله فيكم ووفقكم الله للخيرات وأبعد عنكم السوء والشرور والسيئات هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة